كوزام طبعاً كلمنا فيه وقلنا نلوء سلوبين نعمة وبئسة وحبذة ولا إيه ولا حبذة نكتب جملتين كده وما قول نعمة الطالب المجتهد بئسة الرجل المهمل كويس نعمة للمدح يبدأ مدح بئسة للزم يبدأ زم صح كده؟ طيب قصائص أقسام أسلوب المدح والزم نعمة دي فعل والطالب فاعل والمجتهد مخصوص بئسة فعل الزم والرجل فاعل والمهمل إيه؟ طبعاً مخصوص بالزم صح كده؟ كويس يبقى أنا عندي كلمة نعمة ده فعل جامد خد بالك عشان ممكن في الامتحان لك استخرج فعل جامد تقعد تلف وتدور وهو قصده فعل متح وفعل ايه؟ زم يبقى عندي نعمة ده فعل ايه؟ فعل جامد وبئسة أيضاً فعل ايه؟ جامد صحي كده؟ يبقى عندي ده فعل جامد اللي بعدهم الفاعل بعريبه فاعل مرفوع وعلامة رفعه اتضمه المجتهد اللي هو المخصوص برضو اعرابه احنا قلنا اعرابه واحداً نركز عليه عشان ما نطلق بطش مبتدأ مؤخر مرفوع مبتدأ مؤخر ماله مرفوع طبعاً وعلامة رفعه حسب ما هيجيلي ممكن يبقى مرفوع بالضمه مرفوع بالالف مرفوع بالواو زي ما هيجيلي طبعاً حسب ازي كان مفرد او مثنى او جمع يبقى عندي هنا ده اجزاء اسلوب المتح والاي والزم مع نعمة وايه؟ مع نعمة وبس فاعل المتح ده هو يعني له كزا صورة ممكن يجيلي فاعل المتح ممكن يجيلي معرف بالالف واللاف زي ما قلت نعمة الصفة نغير الالم بس نعمة الصفة الامانة او نعمة صفة الرجل الامانة او نعمة صفة الامانة او نعمة ما تتصف به الامانة فاعل المتح له اربع صور قدامي هون الصورة الاولانية كلمة الصفة ده معرف بالالف واللاف الصورة التانية صفة الرجل يبقى هنا مضاف لمعرفة الصفة التالتة جت بعد كلمة نعمة وبقسة كلمة ناكرة منصوبة نعمة صفة الامانة يبقى الفاعل ضمير مستتر تمام كده اما الكلمة الصفة دي نعرفها ايه تميز منصوب تميز ايه منصوب كويس نعمة ما تتصب به الفاعل هنا ما وممكن يقول لي من يبقى فاعل هنا اسم ايه اسمه موصول بمعنى اللذي ما او ايه ما او من وخد بالك من اشكال وصور ايه وصور فاعل المتح او الزم بعد كده عندي حبذة ولا حبذة حبذة ولا حبذة او حبذة الاخلاص ولا حبذة الخيانة ده للمتح ودي للي ايه ليه الزم حبذة الاخلاص الحبة دي فاعل اللي برضو جامد اخد بالك والزال هي الفاعل عشان جد بتيجي في انتحانات يقول لك حدد الفاعل والاخلاص اللي هو ايه المخصوص تمام لا حبذة اللي ديت يعني مش هتأثر معنا في حاجة برضو حبه وايه وزال والخيانة ديت ايه برضو مخصوص بالذم دي مخصوص بالمتح ودي مخصوص بالايه بالذم برضو اعرابها سابت ما بيتغيرش مبتدأ ايه مبتدأ مؤخر مرفوع بس يخد ده لك فرق بسيط خالص ما بين حبذة ونعمة ولا حبذة وبيس ايه الفرق ان المخصوص بالمتح في حبذة ولا حبذة مخصوص عمتا يعني في حبذة ولا حبذة يجب تأخيره دائما يعني منفعش اقول الاخلاص حبذة يبقى انا كده غلط عشان ما يجي لك صوب الخطأ صوب الخطأ ماشي يقول لك الاخلاص حبذة الخطأ هنا ايه الخطأ انه جاب الاخلاص في الاول كان مفروض يقول حبذة لايه الاخلاص طيب اما نعمة وبئسة يجوز تقديم المخصوص يعني المخصوص ممكن يجي بداية الجملة اما يقول لي الاخلاص نعمة الصفة هي هيها ما قول نعمة الصفة لايه الاخلاص في حاجة مفيش اي حاجة خالص يبقى الفرق ما بين حبذة ولا حبذة وبين نعمة وبئسة ان النعمة وبئسة يجوز تقديم المخصوص يعني يبدأ بيه الجملة اما حبازة ولا حبازة يجب تأخير المخصوص واضن قابلتكم اسئلة كتير جدا على هذا وقال لك مثلا استخدم كلمة الامانة مخصوصا بالمتح يجب تأخيره يجب تأخيره يبقى دماغي تروح لحبازة على طول طب يجوز تأخيره او يجوز تقديمه يبقى دماغي تروح لنعمة او ايه او بئس طيب نيجي بقى نستخرج مع بعض المخصوص بتاعنا لو عاوزوا رجال العزة نعمة الرجال المصريون اوه في اول جملة على طول معايا نعمة الرجال مين؟ المصريون يبقى هو ده يبقى المخصوص عندي كلمة ايه؟ كلمة المصريون تمام كلمة المصريون هعريبها ايه؟ هعريبها طبعا مبتدأ مؤخر زي ما احنا اتفقنا طبعا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع ايه؟ وعلامة رفعه طبعا هتكون الواو لانه جمع مذكر ايه؟ جمع مذكر سالم طيب نعمة فعل المتح فعل ماضي مبني الرجال فاعل فعل مرفوع علامة رفعه الضمة والمصريون مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ وعلامة رفعه الواو يا مصر طبعا انا في اعراب تاني كده عاوزك تقولهولي في المخصوص بالمات هقولك خبر لمبتدأ ايه؟ محزوف ولكني طبعا احب ان انت تركز على الاعراب ده عشان ما تنساش في الامتحاد اظن احنا كده يعني